مبروك لويليام نون مبروك للبنان فلبنان الحقيقي انتصر مرة أخرى على لبنان المزيف لبنان القانون انتصر على لبنان الخارجين على كل قانون ولبنان الدولة انتصر على لبنان الدولة فكل ما حصل بين الأمس واليوم مترابط بما حصل منذ الرابع من آب 2020 أركان المنظومة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تفجير مرفق بيروت عملوا ومازالوا يعملون المستحيل من أجل تمييع التحقيق وإخفاء الحقيقة ومنع تحقق العدلة وهم مستمرون في مخططهم الجهنمي المريب فالمنظومة التي أرسلت وفق صفا إلى داخل قصر العدل ليهدد القاضي طارئ البطار غير غريب عليها أن تعتقل ويليام نون تعسفا في محاولة لكم الأفواه لكن ويليام نون وأهله ورفاقه كانوا أقوى كما أن اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في مناطق عدة من لبنان كانوا أقوى وفي النتيجة تراجع القاضي زاهر حميدة عن قراره علما أنه كان يسعى إلى أبقاء ويليام نون في السجن إلى يوم الأثنين على الأقل فمبروك مرة أخرى لويليام نون وللبنان الحق وليعلم الظالمون ولو كانوا قضاة وأمنيين أن فجر العدالة لابد أن يطلع وأن شمس الحقيقة لابد أن تصطح لكن ماذا بعد الانتصار الذي تحقق اليوم؟ في البدء ينبغي الاعتراف أن ما تحقق ليس أكثر من انتصار أولي أي أنه خطوة صغيرة على طريق الألف ميل فالمنظومة ستواصل محاولاتها ضرب التحقيق وهي ترتكز في ذلك على اثنين بعض القضاة العضوميين الذين ينفذون أوامر السلطة وتوجهاتها بمعزل عن الحق والحقيقة وبعض الأجهزة الأمنية التي لا تحجم عن استخدام الأسليب البوليسية القمعية في سبيل تنفيذ المخططات القاتلة لذلك المعركة طويلة وصعبة وشاقة وضغط أركان المنظومة سيتكثف في الفترة المقبلة لسببين الأول أمر العمليات الذي أصدره وزير الخارجية الإيراني في زيارته الأخيرة وفيه نبه المسؤولين والحلفاء من الضغط الدولي الآتي من بوابة القضاء ونصحهم باستنساخ التجربة الإيرانية في قمع الحريات السبب الثاني أن وفدا قضائيا فرنسيا سيأتي إلى لبنان لمعرفة أين أصبح تحقيق المرفأ لذلك من الطبيعي أن تتوتر المنظومة وتفقد أعصابها وأن تفعل المستحيل لخربطة ما تبقى من انتظام عام في لبنان اللافت في كل ذلك أن نجيب مقاطي وهو مبدئيا المسؤول السياسي الأول في البلاد نتيجة الشعور الرئاسي غائب كليا عن السمع إذ لم يتجر على قول كلمة واحدة أو اتخاذ موقف واحد لذلك أيها اللبنانيون يؤصفنا أن نبلغكم أن رئيس حكومتكم مفقود منذ 24 ساعة فعلى كل من يعرف عنه شيئا أن يتصل بوليام نون أو بأحد أهل ضحايا مرفأ بيروت ترجمة نانسي قنقر